السلام عليكم أهلا وسهلا بالناجحين بإذن الله في فيديو اليوم راح نفيدكم بإذن الله في close test حقيقية آخر close test اللي جاءت في امتحان 12 سبتمبر الأسبوع اللي فات يعني زين ال close test هذي كثير من الناس يخافوا منها وهي في الحقيقة اللي يفهمها صح ما في أسهل منها أصلا يعني موضوع موضوع ذكاء أكثر منه شي ثاني صحيح اللي close test تعتمد على كثرة ال reading لكن نحن العرب ما نقرأ كثير الصراحة وإن شاء الله هالشي يتغير لكن فيه طرق ذكية جدا تعرف تجاوب ببساطة وهذه أشياء نعلمها لك إن شاء الله في الدورة طبعا هذا إعلان مجاني للدورة يا صديقي فالكلها تعتمد على parts of speech يعني إيش parts of speech يعني الفعل والفاعل والاسم ترى هذا كهي أساس اللغة لكلها طيب راح نشوف شو أهميتها في هذا طبعا مو بس parts of speech فيه شغلات أخرى نمر عليها بالتفصيل في وقت آخر لكن اليوم بوريكم إن أي واحد مهما كان مستواه يقدر يجيب علامات في close test حتى لو ما يعرف الكلمات حتى يعني مو مشكلة زين الطريقة المثلة لحلها هي إنك تقرأ الكلمات هذه لأن أنت ما عندك وقت مو على كيفك الكلمات هذه وتشوف إذا أنت تعرفها أول أو ما تعرفها أولا بعدين طبعا لو الواحد عنده وقت يقرأ هذا الكل لكن نحن ما عندنا وقت فلذلك راح نقرأ بالجملة بالجملة وإنما نقرأ full stop هدور الكلمة هذه وحطها شوفوا كيف طيب أنا الكلمة الأولى additional يا أخي خلي يقول أني ما أعرفها بس يا أخي هاي فيها كلمة add حد ما يعرف كلمة add add يعني يضيف طيب شو الصفة من add additional أي وحي عليك نور إضافي يعني حلو كلمة concern ما نعرفها concern لها أكثر من معنى منها مثلا لما تقول فيما يخص تقول concerning your letter أو look at it letter مثلا فيما يخص موضوع رسالتك سألقي عليها نظرة بعدين عندنا concern الثاني الأكثر استخداما هي انزعاج تعني أو شيء كذا شيء خايف منه شيء أعطيها همية زين نجي لكلمة contribute ما في حد في الأمسات ما يعرف اللي كلمة contribute من كلمات الأمسات نعم والنعون contribution contribute يعني يساهم طيب الاكستريمز الاكستريمز هي كيف نترجمها الاكستريمز لا حاول الله يعني الحد الأقصى go to the extreme ومنها كلمة الاكستريميست اللي هو الإنسان المدين زيادة اللي سموها متطرف أيوة متطرف اكستريمز هي يعني من الطرف هذا للطرف هذك two extremes كلمة lacking جاية من كلمة لاك هاي بس لاك يعني ينقص مو معنى هاللاك الحظ الأخرى باليوب لاك يعني ينقص شيء كلمة occurs شوف أعطيك الاس يعني مصرفة مع هي ولا شيء ولا اتمع مفرد يعني في البرزنت كلمة أكور بروحها تعني happen take place لكن هاي أقوى من كلمة happen فلذلك أحفظها وهاي من كلمات الأمسات obesity السمنة مرض الله يعافي الجميع منه هذا إلى الناس اللي فوق 140 كيلو وانت طالع زين نشوف الكلمات أنا كطالب أمسات وأبغي أحسن وضعي لازم أعرف اللي هذي صفة adjective أعرف اللي هذي concern noun أعرف اللي contribute verb أعرف اللي extremes noun adjectives lacking adjective occurs شو اسمع فعل والاوبزيتي noun حلو يلا يا صديقي modern life brings many health problems هاي topic sentence وحكينا فيها واش باعنا كلام يعني الجملة الرئيسية كلها رح تحكي تبدأ من هناك اللي هي مشاكل جاي من حياتنا المعاصر one of these أحد هذي المشاكل الصحية is obesity السمن اللي هي which is a growing worldwide شي من شغل منه العالم كله كلمة worldwide يعني العالم كله خلاص الكلمة لولا ما تصير إلا concern زين خلينا بقى ايه نعطيها بالأصفر وين الاسفر السفوري وينها هذا الاسفر أيوة يسر عليك نتذكرها بعدين طيب if you are obese لو أننا عندك اسمنا الله يعافي الجميع منها you have too much body fat زيادة شحم يا صديقي this increases the risk of other health problems هذا كلمة increase من كلمات الامسات يعني يزيد وعكسها decrease زين يضيف the risk خطر of other health problems such as high blood pressure and hard disease قلنا such as هاي حفظها يا صديقي ولا تغلط أبدا بعدها لازم ما تعطي مثال واحد لازم مثالين وانا اليوم درست هذا للطلابي وقلت لهم مثلا وانا اليوم وانا اليوم أمد حفظها يا صديقي حفظها يا صديقي أمد لديك أصدقاء كثير وانا اليوم وانا أحمد مثلا وانا اليوم وانا أمد مثلا ما يصير نقول هذا الفوق when you take in more calories than you burn أكثر من التحرك obesity هنا تحدث لما الإنسان إذن ونها تحدث اللي هي إيش occurs نيجي الكلمة occurs شفتوا S لأنه obesity مفرد when you take in لما دخل في جسمك more إيش calories more شو more additional إضافي كالوريات إضافية additional calories than you burn أكثر من التحرك in normal everyday activities or through exercise في الحياة اليومية أو التدريبات these calories are then stored in the body as fat stored يعني خزنها الجسم وين فوق الكبد يا لاتف وظل هناك الشحوم obesity is often a result of choices in lifestyle اي والله قال لك السمنة هالي تجي من عادة تنتجي من خياراتنا في الحياة نوعية الحياة lifestyle بتاعنا مثلا many people many people eat an unhealthy diet full of junk food and fresh fruit and vegetables and many people eat هذه متناقضين أفهم من هذا التناقض أنه ينقصها الفرش فوت والفرجبل لذلك كلمة لكينغ اللي هي ناقصة هي الكلمة المطلوبة فأنا أجي هنا وأكتب لكينغ طيب هاي لكينغ يا أخي والله ما أعد خافوا منه أبدا 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 هذا لازم يكون لعبتك هذا شو اسمه close test a lack of physical activities كمان هاي كلمة لك ناقص أنشطة رياضية can also إلى الأوبزيتي كمان يقدر إيش خلصنا الكلمة هذه وخلصنا concern وcontribute ولكن شو قعد يا أوبزيتي يا أكرز حل معقول أن كلمة أبزيتي أكتب أبزيتي تودي للأوبزيتي ما يصيش لك لازم نقول contribute وكلمة contribute يعني تسهل وبهذا تضمن لك على ما كاملا وتقول لها شكرا سيدي خلاص أمرك طيبة زين والله مسكين سهل سهل زين الحين إن شاء الله نكون وصلة للفكرة اللي هي الموضوع كل موضوع ذكاء ومزيدك من الشاعر بيت وأنا دايما ننصح طلابي بهالشي هذا إذا جاك صعب وإلى خري يا أخي ركز في الثلاث كلمة الأولى جيبها صح الباقي معالك فيها إذا جيبت نص العلامة أنا أقول كده نجي للثاني كمان هذه الكلمات اللي هي approximately يعني تقريبا بنسبة مئوية كذا فاتمة سكر الباب يا فاتمة عسفيني يا شباب earth يعني كوكب الأرض كلمة هذه extraordinary هي تنكتب extraordinary لكن ننتقها extraordinary خارق للعادة الشيء مو طبيعي يعني أفصى معروف بروتكت يحميو سيستم نظام الموضوع سيكون على جونو و جوبيتر ما هو الجونو نجي نشوف جونو جونو هو مركبة فضائية التي يتحل المركبة تلفي دائرة حول الكوكب جوبيتر في الآن جوبيتر يرسل لنا آلاً عميو بروتكتور جوبيتر و جوبيتر و جوبيتر و جوبيتر مو الشر يتحل لنا كوكب ترسل لنا أن في مليارات شموش وعوال مخروع الدنيا زين It is sending back إيش Extraordinary قلنا ما نقرها Extraordinary نقرها أو بس Extraordinary ونضربها بلا صفر كده خلاص أيوة روح Pictures of Jupiter and its moons Juno left Earth on August the 5th 2011 غادر 2011 and arrived at Jupiter on the 5th on July the 5th 2016 يا الله أربع سنوات after a journey journey يعني رحلة of 2.8 billions kilometers طيب هلما متأكدين هي 2.8 لا لذلك أختار أنا بدون ما أفكر كلمة approximately تقريبا ما أحد قاسها بالملي يعني خلينا نكتب احنا approximately هي كلمة حفظها أنا قادم على أمسات هي كلمة أمسات approximately يعني nearly يعني almost أيوة كده 2.8 2.8 kilometer its aim شوفوا هذه بتاع الملكية لا فيها apostrophe its هدافه is to collect information يجمع معلومات and take photographs so that هنا كلمة صورات ولا بعض يعني لكي لأجل so that scientists can better understand يا الله شو محلها اللغة can better understand يعني can understand better the largest planet in our solar solar is الشمسي يقول لك الشمسي دائما نظامنا الشمسي هيسموها collocation collocation يعني كلمة تمشي مع كلمة ما يصير بعد solar إلا system أحط system وضربها بالأصفر كده وخلي الناس تنجح 2.8 however قلنا اللي كلمة بات هاتش لها من حياتك يا صديقي بس تكتب however however there are fears في مخاوف that جونو might contaminate كلمة contaminate يعني يجيب جراثيم كلمة بالعرب contaminate يعني جوبيتر زمون خايفين أنا يجيب باكتيريا from Earth خايفين اسم الله عليها نجيب باكتيريا من الأرض to avoid this عشان يتفادون الشي هذا the spaceship will be aimed at the planet جوبيتر itself in july of 2000 so that it will be destroyed قل لك في تاريخ كذا رح يودوها عيمد يعني قلوا يلا روح سيدة روح للجوبيتر واسط ضم نفسك بها وتفجر so that it will be destroyed رح تتحطم in the atmosphere في الغلاف الجوي and therefore كلمة therefore من كلمات الأمسات أداة ربط يعني لذلك and therefore إيش the planet from and therefore protect يحمي الأرض شيئا هذه ونكتب protect ولذلك كنا protect أيوه protect إيش protect the planet from any unexpected أي unexpected غير متوقع pollution this way كلمة this way جميلة بهذه الطريقة we can be sure any life discovered near جوبيتر will not come from earth بهذا نتأكد أن أي حيا يحصلها قريبة من جوبيتر ما تكون الأرض مصدرها أيوه هذا الثاني شو تعلمنا اليوم تعلمنا أن أبدا نخاف من شيء اسمه ملأ فراغات لا تسمع الناس اللي ما عنده فكرة على الإنجليزي وبس خايف يعني بدون مسبب والخوف ترى مشكلة هذا يرصب ناس كثير انتبه اللي تقول لنفسك هذا مهم جدا ما ما لا تدعي تدرب صح تدرس الأشياء الصحة المفيدة تدرس مع الناس الصحة كده جيب نتائج يا صديقي وفي النهاية نقول لكم رب نجحكم ونعلل أن عندنا دورة بنفس قوة دورة الإنجليزية في الرياضيات إن شاء الله تبدأ يوم واحد اكتوبر فالله الله الفيزياء والعربية والرياضيات نحن نمسك الموضوع نجيب لكم أكثر من مدرس لأن مدرس واحد ما ينفع مستحيل يكون مغطي كل شي فنحن نجيب مدرسين كثير تستفيد من أكثر واحد يلا رب يحفظكم ونجحكم طبعا لا سعار دائما من الآخر ما فيه ما فيه يلا إلى لقاء شوفكم إن شاء الله في وقت قريب والسلام السلام عليكم